هروح بقى الخبر مهم جداً هنتكلم فيه على كيف يستعد الترجي وإدارة الترجي لهذه المباراة يوم السبت المقبل أولاً النهاردة كان في اكتماع أمني في تونس بشأن الحضور الجماهيري ويمكن الخبر أعلن بشكل رسمي من خلال إزاعة مزايك التونسية وعلنت أن الحضور الجماهيري الرسمي في هذا اللقاء هيكون بحضور 27 ألف متفرق قدامكم هو الخبر من خلال إزاعة مزايك ويمكن ده خبر رسمي تم إعلانه صباح اليوم وسيتم بداية من يوم الخميس 16 مايو طرح تذاكر المباراة للبيع يعني بعد بكرة إن شاء الله هيتم طرح التذاكر وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني طبقاً لرواية وما زكر من خلال إزاعة مزايك أنه هيتم الاتفاق على السماح لكل جماهيري الأهلي اللي هتحضر المباراة في رادس أنهما يدخلوا الملعب مجاناً بجواز الصفر المصري وذلك في إطار العلاقات الأخوية للتجمع الشعبين التونسي والمصري والعلاقات المتميزة بين فريقي الترجي الرياضي والأهلي المصري خذوا بالكو 27 ألف مشجع في ملعب رادس يعني بنتكلم فيه 1400 مشجع من جماهيري النادي الأهلي الخمسة في المية تبقى للايحة الكاف في حضور الجماهير الضيف خمسة في المية من ساعة الحضور 27 ألف يعني 1400 مشجع فقط من جماهيري الأهلي في مباراة رادس ناس كتير تقول لي ملعب رادس بيسعى لستين ألف متفرج ليه هيحضر 27 ألف بس أولا فيه هناك تعليمات أمنية زي ما كانت موجودة في المباراة المصرية في الفترة الأخيرة كل الملاعب وكل المباراة الحضور بيبقى تلتين من ساعة الملعب فالملعب بيسعى لستين ألف حضور التلتين يعني أربعين ألف مشجع طيب فيه مدرجات فيها السيانة فبالتالي تم تخفيض العدد من أربعين ألف لسبعة وعشرين ألف عشان كده العدد نزل من ستين لسبعة وعشرين فيه تلتين تبقى للإجارات الأمنية وعشان أن الملعب ينزل لأربعين فيه مساحة محتاجة لسيانة فعشان كده وصلنا لسبعة وعشرين السبعة وعشرين دي جمهاري التراجي وجمهاري الأهلي ألف وربعونة مشجع في لقاء الزهاب لقاء العودة في القاهرة بإذن الله أكتر من خمسة ستين ألف وجمهاري التراجي العدد هيكون من ألفين وخمسمية إلى تلتين وخمسمية وده هنعرفه بشكل رسمي في الساعات اللي جاية فاصل ثم نواصل